أريد تعذروني أريد صدق يعني تعذروني أريد أنزل على المجتمع والله العظيم هاي المرحومة مروة القيسي ما يجوز عليها بس الرحمة شما كان وشما صار ما يجوز عليها بس الرحمة انت أبو راس يلي تتفلسف بالكيبورد وتتفلسف بالتواصل الاجتماعي تعالي أمي انت يلي محسوب على المجتمع تعالي أمي انت لما نقاعد تألف قصص ومقلوب رأفة الهجان على هالمرحومة انت حسن منها انت أشرف منها خلي يحكون عليها يقولون عليها كانت راقصة ما قلت يا براس شن اللي يخلاها ترقص انت وامثالك المجتمع هو اللي يخلاها ترقص لأنه هاي وغيرها 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 لو لاقية حكومة شريفة الحكومة شريفة تنطيها راتب وهذا استحقاقها تشتغل ما تشتغل تنطيها راتب مواطنة عراقية شأن ما راحت ترقص يا بصماخ المجتمع مسؤول عن موتها ومسؤول عن موت آلاف العراقيات والعراقيين همين المجتمع مسؤول وصلها انه تروح ترقص واللي قاعدين بالمكان اللي هي ترقص به والله العظيم اشرف من اي ابو محل فاسد سخيف ساقط اللي قاعدين وهي ترقص قدامهم اشرف من اي ابو معمل سخيفه ساقطه فاسد لأنه على القليل هذا اللي قاعد ما يقدر يختصبها لكن اللي ابو المحل اللي راحت لك قبل ما تصير راقصة تقول لها اريد اشتغل يقولها انطيت بالشهر اربعمائة الف ويريد يومية يناموا ياها لكن اللي قاعد يذكر بالمكان اللي هي ترقص به ما يقدر يقول لها هذا الكلام تروح تسوي اللي هي تريده هذا بالنسبة للمجتمع اما بالنسبة للحكومة اللي اليوم صدق تستحق تقول عليها حكومة عاهرة الحكومة اللي ما تقدر تأمن للعراقيين قوتهم وبس تاخذ من عدهم ما تطيهم لو الحكومة مطيت راتب كان سوت هيج لو الحكومة تنطيها خمسمائة الف بالشهر بدون تشتغل ما تشتغل كان سوت هيج لكن احنا نضغط عليهم وندوس عليهم وبالاخير من تموت ومن تريد تخلص من الدنيا نجي نقعد شو نقول ايه مو هي كانت راقصة الراقصة اشرف من عندك يا سافل الراقصة اشرف من عندك على القليل دا تشتغلوا بعرقها ما مادة ايديها حكومتك راقصة حكومتك عاهرة وانت ياللي شاي اللي يسبحها مية واحد وخاتل اغلب اغلب رجال الدين اللي يخاتلين ورا رواتبهم من الوقف السني والشيعي هذول اللي المفروض نحكي عليهم بس تخافون تقدرون على ذن المساكين اللي يحترم نفسه يكون ابن شرف وابن عزة وعنده غيرة ما يجيب طارين عالم لانه على القليل انه هاي البنية راحت الدار حقا راحت يوم الله واني متأكد والله العظيم الله قال لها تعاي تعاي بابا تعاي هذولا مو خوشة وادي تعاي تعاي انت وصلت البر الأمان لانه مجتمع سافل والله مجتمع سافل الله يرحمك ويرحم كل واحد مات بظلم هذا البلد بظلم دول السفلة اللي يجون من وراء الحدود ترجمة نانسي قنقر